موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقوم المحاولات الغربية الرامية إلى عزل روسيا وبيلاروسيا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو شرقي روسيا قال بوتين أنه من المهم تعزيز التكامل بين البلدين في ظل العقوبات الغربية ضدهما مضيفا أن اعتماد روبال في مدفوعات الغاز مع مينسك يقلل من التأثير السلبي للعقوبات الغربية الكثير من العلاقات الاقتصادية والتاريخية وعلاقات الشراكة وأنا واثق أننا سنكون أقوى كوننا سنعمل على تعزيز مؤهلاتنا ولن نكون معزولتين أبدا يتم العمل على استبدال البضائع وكذلك تشبيع الأسواق المالية وأسواق البضائع وأيضا تنظيم التجارة المتبادلة وأبعاد جميع الحواجز بين المواطنين الروس والبيلاروس في مجال التجارة من جانبه قال رئيس البيلاروسي أليكزندر لوكاشينكو أن روسيا لو تأخرت في إطلاق عملياتها العسكرية في أوكرانيا لكانت قد تعرضت أراضيها لهجوم كبير مضيفا أن أزمة العلاقات مع الغرب غير مسبوقة وقد شادد أيضا على أن بلاده لن تسمح بأن تستخدم أراضيها لإطلاق النار على روسيا هناك مرحلة جديدة غير مسبوقة في علاقاتنا مع الغرب وفي محادثتي مع الرئيس الروسي شددت على على أنه إذا كانت هذه العملية العسكرية مؤجلة حتى ولول نسبة بسيطة كان الجانب الأوكراني لكان مستعدا لإلحاق لضربة صاحقة على الأراضي الروسية وهذا بحسب تعبيرهم أكد رئيس الأوكراني بولودمير زيلانسكي أنه من الضرورة تحديد مواعد نهائية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي للتخلي أو الحد عن استخدام موارد الطاقة الروسية أضاف أيضا زيلانسكي متحدثا أمام البرلمان الليتواني عبر الفيديو كونفرنس أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتوصل فيها القيادة الروسية إلى فكرة أنه من الضروري البحث عن سلام حقيقي وأن الحرب هي كارثة بالنسبة لهم أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف عن مقتل خمسين عسكريا أوكرانيا حوال اختراق الحصار إلى مصنع في ماريوبول ومغادرة المدينة قال كونشينكوف أن السلاح الجوي والمدفعي قد أحبط هذه المحاولة وتم تدمير ثلاث دبابات أوكرانية وخمس آليات مشاة قتالية وسبع مركبات عسكرية فضلا عن القضاء على خمسين منهم بينما ألقى اثنان وأربعون جنديا سلاحهم واستسلمهم قالت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الأمريكي جو بايدن قد ناقشا تسريع وطيرة المساعدات المقدمة لأوكرانيا وأوضحت الحكومة البريطانية أن جونسون وبايدن اتفق على زيادة المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى كييف فضلا عن زيادة الضغط الاقتصادي على رئيس الروسي فلاديمير بوتن وإنهاء الاعتماد على نفط روسيا بحث وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن هاتفيا مع نظيري الأوكراني أليكسي زيرينكوف دعم واشنطن لكييف عسكريا وخلال الاتصال أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الأوكراني التزام واشنطن بتلبية احتياجات كييف العسكرية اشتركوا في القناة